أولاً القمة الثالثة التوقيت أهم ما جاء في هذه القمة اليوم في العاصمة الأردنية عمان يعني الأول خلينا أقول لحضرتك أنه آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن الحقيقة هي آلية تم تكشينها من عام سمارس 2019 العام الماضي ده كان أول بداية وانطلاق للقمة مغضت في مصر بعدها كان فيه القمة الثانية كانت على همش أعمال الجماعية العامة للأمم المتحدة كانت في نيورك في سبتمبر 2019 الحقيقة الدول الثلاثة ليهم رصيد كبير جداً تاريخي وعلاقات منتدة ودول بتتمتع بتاريخه بحضارة منتدة للألاف السنين سواء كانت صبعاً مصر أو الأراء أو الأردن أنا عايز أقول إنه لديهم إمكانيات هائلة وكبيرة جداً وزاخرة في التعاون المشترك في كل المجالات هي القمة اليوم اللي حضرتك مشكوراً في المقدمة ذكرتها هي القمة الثالثة من نوحة عايز أقول إنه ما بين الثلاث قمة من قمة القاهرة وقمة نيورك وقمة عمال كانت فيه مصار بالتوازي بيتم على مستوى الدون القمة على مستوى الوزاري وعلى مستوى القطاعي للتنفيق ما بين الدول فيما تم مناقشته على مستوى الرؤساء ولكن طبعاً الفترة اللي كانت بسبب جائحة كورونا كوبيد 19 وسيرة الاجتماعات ومعدلات الانتياز قلت شوية طبعاً وتأثرت كثيراً بالجائحة نظراً طبعاً لعدم السفر وصعوبة الملتقاء الحقيقة القمة اليوم كان فيها شكين رئيسي أول شك كان شك تنوي بالدرجة الأولى عن طريق البحث المشروعات المشتركة اللي ممكن أنها تتل بين الدولة الثلاثة الحقيقة كان فيه اهتمام كبير جداً من الجانب الرائي دولة رئيس الوزراء القوزيني ومنالة ملك الأردن ملك عبد الله باهتمام واستفارات كثيرة للسيد الرئيس عن التجربة المصرية اللي حدثت في خلال الخمس سنوات الماضية بشكل لافت جداً أن مصر استطاعت أنها تحقق مشروعات قومية كبرى فيه الدنيا الأساسية بشكل كبير وبشكل لافت خاصة فيه شبكة الثرق والمحاور والكباري حوالي 8000 كيلو متر الكهرباء كان تحدي كبير جداً مصر استطاعت أنها تتجلب على تحدي الكهرباء في زمن قياسي أنها تضعف كمية إنتاج من فقط الكهرباء ويبقى لديها صائد فهناك تطلع كبير لمعرفة ما تم في هذا الأمر وأيضاً للربط الكهربائي والاستفادة من هذا الفائد المدن الجديدة المواني الإسكان الإسكان الاجتماعي تطوير العشوائيات أعادت هيكلة الأجور ونظام الإداري كان فيه استفسارات كثيرة جداً يا سيد الرئيس أجاب بشكل مركز جداً أوضح لهم أنه هناك مصارات جديدة تم اتباحها بقيازة سياسة في مصر تلك المصارات خرجت عن المهج التقليدي المعتاد تقريباً اللي كان في مصر قبل كده والمعتاد تقريباً في دول المنطقة في مصار جديد بيعتمد على أول حاجة السرعة الشديدة جداً في التخطيص موضوع الدراسات الجدوى الممتدة لمدة سنوات والتخطيص الممتد دا مش بالضرورة فبعض الموضوعات اللي ممكن يبقى مجدي لأن هناك بعض الموضوعات محتاجة دراسات معمقة زي الإسلام زي الكهرباء زي الطاقة هناك طلب كبير جداً في الأسواق العربية في السوق المصري فأي مشروعات تنتج سواء طاقة أو غير طاقة أو غزاء أو مشروعات إسكان أكيد هيبقى لها سوء وأكيد هيبقى الجدوى لها الاقتصادية موجودة فإذا كان فيه مصار سريع جداً للتخطيص واتخاذ القرار السريع جداً والتنفيذ وكل دا مغلف بمتابعة دقيقة جداً من قبل السيد الرئيس على مدار الساعة دا كله أدى إلى قصة نجاح كبيرة في مصر إذا بقول لحضرتك دا كان نتيجة استفسارات في الجانبين مصر قفزت مثلاً نتيجة حضرتك حضرتك كانت المستواها على العالم في الطرق وشبكة الطرق كانت 130 على مستوى العالم على ترتيب الدول النهاردة هي 18 على العالم دا بالإحضائيات العالمية والدولية وغيرها زي ما قلت لحضرتك في الكهرباء لا سعد سفير كانوا مهتمين بالتجربة المصرية عرفوا مصر عملت ايه؟ ايه اللي حفظ؟ في حلال 6 سنين لأن ما حدث في 6 سنوات في مصر قفز بيها إلى الأمام 20 و25 سنة قدام بلا أي مبالغة على الأقل تقبير ولو حضرتك تابعت في بعض لقاءات السيد الرئيس في الافتتاحات الخارجية تلك المشروعات اللي تم تنفيذها هي جات موجودة في استجلات بالفعل وكان المنظور لها في 2050 و2060 تمت حالياً في ودون سنوات قليلة هذا طبعاً كان وراء جهد جبير جداً وراء رؤية استراتيجية وفكر جديد بالإدارة أنا أعتقد وده شيء مؤكد أن سيتم دراسته في علوم الإدارة وفي علوم بناء الدول أن يحصل هذا الأمر في سنوات قليلة جداً سيد الرئيس أوضح أن كافة تلك المحادثات التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال مبتوحة تماماً لمشاركتها مع الإخوة في العراق والإخوة في الأردن وممكن يبقى فيه هناك زيارات متبادلة ومشتركة للتعرف الحقيقة سيد الرئيس ركز بشكل كبير جداً أن هذه الألية ألية أهمة ولكن يجب أن يكون هناك انعكاس واقعي على أرض الواقع في مشروعات يراها الجميع ومشروعات دول الثلاثة فيجب أن يكون هناك فيه مشروعات محددة يتم بلوريطها سريعاً في الأيام القادمة يتم الاتفاق عليها والشروع فيه تنفيذها بالاسلوب السريع وبالإدارة السريع على النحو اللي ذكرته لحضرتك وده هيكون الحقيقة في الفترة القادمة عمل سادة وزراء الخارجية والسادة وزراء التجارة والصناعة والإسكان والطاقة والكهرباء والبترول للمضيئة هذه المشروعات المشروعات دي يعني هكتون في القطار العام اللي قادس دي الطاقة والصناعة والإسكان مشروعات الربط الكهربائي كان لها حظ كبير جداً في الحديث اليوم خط أنابيب بتصدير مثلاً نفط الفائد من عند العراق لديها نفط كثير ودولة جانية بالنصر ممكن أنها تصدر للأردن وإلى مصر زي ما قلت لحضرتك الربط الكهربائي وأيضاً إنشاء محطات توليد الكهرباء لأن الكهرباء هي أساس الطاقة وأساس التنمية وأساس أي عجل التقدم في أي دولة الإسكان الإسكان المجدماعي والإسكان الشباب كل دي تجارب في الحقيقة مصر خطط فيها خطوات عملاقة للأمام وإن شاء الله هيتم بلورة مشروعات في الفترة القادمة الحقيقة أيضاً كان فيه شك خاص طبعاً بخصة النجاح في مصر في مكافحة الإرهاب والجانب العراقي الحقيقة كان مهتم بشكل كبير في هذا القطار ويعني أعرب عن رغبته التنسيق للخبرات المصرية والتنسيق عن التنسيق والتعاون الأمني ده شيء قائم وتبادل معلومات بدين الأجهزة وأيضاً نقل الخبرة المصرية والتدريج لرفع الكفاءة وماء إلى ديارك حيث سيد الرئيس أقدم الدعوة لجرامة الملك عبد الله ولدولة رئيس القزمي لأن تكون القمة القادمة الرابعة إن شاء الله في مصر في غضون الشهور القادمة سوف يتم تحددها بس إن شاء الله تكون هذا العام ينتم في أباخر هذا العام بحيث أنه يبقى فيه متابعة على أعلى مستوى شيء مهم جداً تم في هذه القمة تم التوافق بالإجناع على إنشاء سكرتاريا دائمة للقمة الحقيقة الزخم اللي استكتسبوا القمة مع الوقت والمشروعات والجدية والمتابعة لمستوى القمة استلزم إن يكون فيه سكرتاريا تنية لمتابعة وتوصيق المشروعات اللي سيتم الجاري يعني الاتفاق عليها سكرتاريا تنفيذية سكرتاريا تنفيذية يعني تكون بمثابة جهة عليا في الدول الثلاثة لها سلطة التنصيق المباشر ما بين الوزرات والقطاعات والتوجيه السريع لسرعة الإنجاز وتسهيل العمل السكرتاريا دي هيبقى يعني مقرها ليس دائم سيكون المقر سيتم يعني تبادله ما بين الدول الثلاثة ولكن هذا العام منذ إنشاءها يعني ستكون موجودة في المملكة الأردنية ويكون مقرها أعتقد زي ما جاءت البيان الفتامي في وزارة الخارجية والعام القادم في أحد الدولتين إما العراق إما الأردن وهكذا العراق أو مصر العراق أو المصر نعم فيما يتعلق به التدخلات الخارجية هل تم التنسيق في هذا الأمر طبعا يعني طبعا تم ده الشقة الثاني الشقة سياتي طبعا تم يعني التطرق لبعض القضايا طبعا في مقدمتها القضية الليبية وستطورات الأحداث هناك وأيضا من سوريا واليمن وأيضا فدعيات السجار مرفق زيروت أيوة والحقيقة يعني كان فيه توافق تهم في الأراء وفيه المبادئ والثوابت المعروفة سواء للموقف المطري أو الرئي أو الأردني طبعا التدخلات الخارجية تم يعني الإشارة إليها وتم إدانتها بشكل كبير بأنها سبب في تأججج تأججج الوضع فيه كافة المنطقة وبتأثر على استقرار المنطقة ومش المنطقة بس الأمن الإقليمي كله والمتوسط نعم وده تأكيد على ما يتم دائما إصداره من الدول السناس فيها سد إثيوبيا وموقف مصر ودعم الأشباء سد إثيوبيا كان له تم جانب هام وتم مناقشته وتم التأكيد أيضا من الجانب الأردني ومن الجانب الرائي أن الأمن المائي لمصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القوم العربي وأنه هناك ضرورة حتمية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يستند بالأساس على أساس القانون الدولي على نحو يحفظ فوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهم دول مصب وليس دول لمحة القضية الفلسطينية أيضا بتأخذ شق كبير في هذا الاجتماع طبعا القضية الفلسطينية تم بحثها أنها القضية الأساسية والركيزة الأساسية منطقة وطبعا تدقل التطورات زي ما حضرتك عارف يعني تم التأكيد وسيد الرئيس يعني أوضح أنه لمصر والأردن لهم تجربة سلام طويلة وعكست طبعا بشكل إيجابي على الاستقرار في الدولتهم وأدت إلى أنه يكون فيه جوء من الاستقرار ودفع عجلات التنمية الحقيقة القضية الفلسطينية ما حيث بتقول تم التأكيد على أن القضية يتم تناولها في إطار يعني حل يلبي جميع حقوق حول مشروعة كاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وعلى وجه الخصوص قامت الدولة المستقلة ده السيادة وعصمتها الخدس الشريف وده طبعا في الإطار الراصخ الذي لا يتبدل أبدا من مواقف الدول العربية المتمثلة فيه مبادرة السلام العربية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ده يعني مواقف ثابتة لا تتغير أبدا الملف الليبي سعد سفير مسام أيوة هل جرى حديث حوالي الملف الليبي والتدخلات الخارجية والتركية الموجودة في ليبيا طبعا ما أنا ذكرت لحضرتك يعني هو الملف الليبي والسوري واليمني وأيضا ده ما قلت لك نعم تدخلات الخارجية معروفة سيد أفند ومعروف دورها ومعروف ماذا تفعل نعم التدخلات الخارجية بتؤدي إلى مساحات أكبر للجماعات الإرهابية وبتبعد عن أركان الدولة الوطنية وبتضعفها لصالح الجماعات المتطرفة الجماعات المتطرفة اللي من شأنها أنها يعني لا تعب أبدا بمصالح الدول ومصالح الشعوب وإنما مصالحها الشخصية وأجنداتها وأجندة من يدعمها هناك مبادئ رصخة زي ما حضرتك عارف لمصر وأيضا تم عكسها داخل الاجتماع الدعم وكل الدعم لأركان الدولة الوطنية والفقوية المؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا ولكفعيل الإرادة الشعبية والحرة للشعب ليبي والتعامل فقط مع المؤسسات والكيانات المركزية وليس هناك أي مجال للتعامل مع ميليشيا أو ميليشيا أبدا مصر تتعامل فقط مع الجيوش المركزية والمؤسسات والحكومات الشرعية سهل سفير بسام راضي بشكرك شكرا جزيلا مرة تانية محمد الله على السلامة تعالوا نتابع القمة المصرية الأردنية العراقية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيد نتابع أردنى الليل أكتنا في ليشربة فتاح